الحضور الكريم فور اندلاع الأزمة في السودان بادرت مصر باستقبال مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين الذين انضموا إلى ما يقرب من خمسة ملايين مواطن سوداني يعيشون فوق الأراضي المصرية منذ سنين عدة كما قدمت الحكومة المصرية مساعدات إغاسية عجلة تضمنت مواد غزائية وإعاشية ومستلزمات طبية للأشقاء السودانيين المتضررين من النزاع داخل الأراضي السودانية وود أن أؤكد هنا أن مصر ستبزل كل ما في وسئها بالتعاون مع كافة الأطراف لوقف نزيف الدم السوداني الغالي والمحافظة على مكتسبات شعب السودان العظيم والمساعدة في تحقيق تطلعات شعبه التي عبرت عنها الماليين من أبنائه خلال ثوراته المجيدة في العيش في وطنه بأمن وحرية وسلام وعدالة كما ستعمل مصر على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المنحة للسودان عبر الأراضي المصرية وذلك بالتنصيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية الحضور الكريم اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لأطرح على حضراتكم تصور مصر لخروج السودان من مأذقه الراهن الذي يرتكز على العناصر التالية أولا مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد والبدء دون إبطاء في مفاوضات جادة تهدف للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار ثانيا مطالبة كافة الأطراف السودانية بتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وإقامة ممرات آمنة لتوصيل تلك المساعدات للمناطق الأقصر احتياجا داخل السودان ووضع أليات تكفل توفير الحماية اللازمة لقوافر المساعدات الإنسانية ولموظف الإغاثة الدولية لتمكينهم من أداء عملهم ثالثا إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية وممثل المرأة والشباب يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار والديمقراطية رابعا تشكيل آلية اتصال منبثقة عن هذا المؤتمر لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية على أن تطلع الآلية بالتواصل المباشر مع أطراف الأزمة والتنسيق مع الآليات والأطر القائمة السيدات والسادة اسمحوا لي قبل أن أختتم كلمتي أن أتوجه بكلمة بكلمة للشعب السوداني الشقيق والعزيز إن مشاهد الخراب والدمار والقتل التي نطالعها تدمي قلوب كل المصريين نشرب معنات أشقائنا في السودان ونتألم لآلمهم وندعو الله العلي القدير أن يزيل هذه المحنة في أسرع وقت ومن هذا المنطلق نؤكد ضرورة إعلاء كافة الأشقاء في السودان للمصاحة العليا والعمل على الحفاظ على سيادة ووحدة السودان بعيداً عن التدخلات الخارجية التي تسعى لتحقيق مصالح ضيقة لا تخدم استقرار أو أمن السودان بل والمنطقة وأشدد مرة أخرى على أن مصر لن تدخل جهداً للمساعدة في استعادة الأمن والاستقرار والسلام في ربوع هذا البلد الشقيق بالتعاون مع كل الأطراف الجارة والصديقة وأود مرة أخرى أن أكرر شكري للقادة المشاركين على تلبية الدعوة لحضور هذه القمة التي نأمل أن تنجح فيها مهمتنا النبيلة في مساعدة جار عزيز ودعم شعب الشقيق في تجاوز محنته الحالية في أسرع وقت شكراً جزيلاً لكم